من فضل الله جل وعلا علينا في زماننا الحاضر أن قد هيأ لنا من الأسباب والوسائل الكثيرة التي نتمكن بها من طلب العلم بسهولة ويسر فمن ذلك أن الله جل وعلا هيأ لنا من المخترعات الحديثة ما يكون من أسباب انتشار العلم وتيسير الحصول عليه لمن رغب فيه ومن ذلك ما نجده في مجلسنا هذا فهذا مكبر الصوت الذي يوصل الصوت إلى مواطن بعيدة وهذه طرائق التسجيل التي يمكن أن تكون سببا من أسباب طلب العلم من خلال البث المباشر أو من خلال تسجيلها وبثها ووضعها على وسائل التواصل المختلفة بأنواعها وهكذا يسر الله جل وعلا لنا في زماننا الحاضر من وسائل الإعلام ما يمكن أن يكون سببا من أسباب نشر العلم وانتشاره